ما زالت قضية إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامات دورة دجنبر 2022 على صفيح ساخن خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات عدل طيف وهبية التي اعتبرها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصب الزيت على الماء لما تحمله من استفزازات لأبناء الطبقة الفقيرة من الشعب المغربي ولما لها من دلالة عنصرية تضرب وبدأ تكافؤ الفرص بل تجاوز الخلاف كل هذا ليتوقف عند بروز أسماء النجحين والذين يحملون ألقاب محامين معروفين كنسب الأنصاري رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب الذي اكتسح قائمة النجحين في المبارتين الكتابيتين واسم آل البقالي واسم بن وهبي وأفراد من عائلته ما أثبت للمرسبين ولمنتسبين للمهنة أن شيئا ما يحدث في الكواليس وأن هذا ليس مجرد صدفة وطرح مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة مفادها هل سيتدخل أحد من حكماء هذا البلد ليضع حد لهذه المهزلة التي انتقست من قيمة مهنة الدفاع وليرجع ماء الوجه لوزارة العدل التي أصبحت تضع مباريات مهنة الدفاع على مقاسات أقاربها وأبناء جلدتها من محامين معروفين وسياسيين خاض العشرات من المتبرين المرسبين في اختبارات امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامات صباح اليوم الثلاثة وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بالتحقيق في الفساد والمحسوبية الأذين طال مباراة الأهلية لمزاولة مهنة الدفاع ورفع المحتجون الذين قدموا من ربوع المملكة شعارات قوية منددة بالتلاعبات التي طالت الامتحان ونتائجه وطلبوا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النتائج المعلن عنها وتفعيل آلية المساءلة والمتابعة والإبطال الكل لنتائج الامتحان الحالية وإعادة تصحيح الأوراق بعد تشكيل لجنة نزهة ومحايدة مع مراجعة سلم التنقيط وتصحيحه وكانت نتائج امتحانة الأهلية قد ضمت قائمة بأسماء أبناء الأعيان وسياسيين معروفين وأبناء قضاة ومحامين موالين للحكومة الشيء الذي أثار موجة غضب وسط المتبارين ومنتسبين لقطاع العدالة بالمغرب أعلن البرلمان الأوروبي أمس الاثنين أنه توصل بطلب من طرف السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحسنة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر ويتعلق الأمر بالنائبين الإيطالية أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا الذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف ويشمل النائبان التحقيق الذي ذفع بالمحقيقين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في التاسع من دوجندر الماضي ومن بينهم تم توقيف أيضا شريك حياة كايلي الإيطالي فرانشيسكو جيورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو والنائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق بيار أنتونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية ووجهت لهؤلاء الأشخاص الأربعة تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييد الأموال والفساد بإطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير سباح اليوم الثلاثة ساحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى يمثل استفزازا غير مسبوق وتهديدا خطيرا لساحة الصراع وأدان بيان لوزارة الخارجية والمغتربين بشدة اقتحام الوزير المتطرف بن غفير المسجد الأقصى المبارك وقالت إن اقتحام بن غفير يمثل استفزازا غير مسبوق وتهديدا خطيرا لساحة الصراع واستخفافا بالمطالبة بوقفها واعتبرت أن الاقتحام شرعانة للمزيد من الاقتحامات واستباحة الأقصى من قبل غولات المستوطنين بل وتشجيعا لهم لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى وحملت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الأقصى لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مباقع التواصل الاجتماعي